فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله على أن هذا ليس موضع استقصائي ذلك نعم يقول أن هذا المكان أو هذا الموضع من هذا الكتاب لا يتسع الاستقصائي ما في بيان الحكمة من كون الله أو الرسول ينهيان عن شيء مع وقوعه مع العلم بوقوعه مع أن الشيخ أحسن الله لكم أشار إلى أصول مهمة في الدعوة ومواجهة المنكرات حتى لا يكون من الداعين والمنكرين يأس وأحيانا يكون بعض الناس يقول أنت لن تقابل هذا وغلب المنكر وفشت المعاصي نعم أنا بها إشارات قوية جدا حبة تفيضون فيها شيخ بعض الناس يقول يأس وخلاص نحن في زمن غربه وآخر الزمان وقل المطيع وكثر العاصي هو كله في هذا الموضوع هو كل الكلام بهذا الموضوع أن الإنكار عمله من فضيل ومستقل بذاته فيه رد على الذين يقولون هذه المقالة إنه لا فائدة من ذكر الأدلة أو من ذكر الوعظ أو التذكير مع أن هذا الشيء واقع والناس واقعون فيه فلا تتعبوا أنفسكم وهذا لا فائدة من ورائه لا غير ذلك من التخذيل نعم والإرجاف فإن العالم يمضي في طريقه وكل ما كثرت المنكرات تأكد عليه أن يبين ويبلغ للناس أحما لو كان الناس صالحين ومستقيمين كلهم محتاج الأمر إلى لكن إنما يحتاج إلى العالم وإلى الإنكار إذا وقع في الناس خلل في الواجبات أو في فعل المحرمات حين تشتد الحاجة إلى البيان والتذكير والموعظة حتى ولو كان الناس لا يقبلون هذا فإنه سيأتي من يقبل بإذن الله ويبقى العلم لأننا لو تركنا هذا لن درس العلم ونسي العلم فلا بد من إحيائه وتوارثه وتبليغه للناس لأنه قد يأتي من يعمل به قال الله جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فنحن لا نيأس ولا نتوقف إذا كثر الشر والفساد في الأرض لا نتوقف عن الإبلاغ وعن البيان وعن التذكير والوعظ